تقرير السنوي التاسع للمؤسس الوطنية لحقوق الإنسان إنجازا يضاف إلى إنجازات مجال الحقوق والحريات الديمقراطية الكاملة في البحرين التي يعيش تفاصيلها كل مواطن ومقيم على أرض المملكة هذا وقد تضمن التقرير فصولا خمسة ارتقت بعناوينها لمستوى الواقع الجميل الذي بات عليه مجال حقوق الإنسان في مملكة البحرين عنوين شاملة تسيدت فصوله الخمسة تلك التي ارتقت لمستوى الواقع الجميل الذي بات عليه مجال حقوق الإنسان في البحرين تقرير تريث بسرد ما تضمنته صفحاته من مباحثة جالت في مختلف الأطر القانونية والتنظيمية التي كان لها الدور الأكبر في تفعيل الحريات والحقوق الإنسانية من قبل دولة مدنية حديثة ترتكز على بنود دستور عصري يتوافق مع رغبات وطموحات القاطنين فيها التقرير السنوي التاسع لعام 2021 الذي بذلت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان جهدا مضنيا في إعداده اتكأ على رؤية تؤمن بأن مسألة حقوق الإنسان هي من الثوابت الوطنية وأن الإقرار بالحقوق والحريات العامة الفردية والجماعية هو التزام بقيم العدالة والمساواة والكرامة الإنسانية لكل بني البشر وبدون تمييز ليزداد عمق التقرير بسمو الرسالة التي تبناها والتي تقتضي ضرورة تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان بين المواطنين والمقيمين على أرض مملكة البحرين على حد سواء مستوجبة حتمية توفير الحماية المطلقة لهم على أن يتم تحديد أدوات اكتساب المعرفة الضرورية لممارسة حقوقهم المشروعة والدفاع عنها بكل الوسائل الممكنة وفور البدء بكتابة أول حرف من أحرف هذا التقرير السنوي وبالتزامن مع اللحظات الأولى لإصداره يبرز الوصف الدقيق مع ما جئ فيه للحالة الديمقراطية في البحرين منذ تولي حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم من إرساء متقن لدعائم دولة القانون وبناء منظومة تشريعية وقانونية متكاملة وممارسات فعلية وعملية عبر مؤسسات الدولة التي تعي أهمية تفعيل منظومة حقوق الإنسان بين أركانها والمساهمة في إحداث تحولات جوهرية تزيد من جمالية واقع حقوق الإنسان في البحرين وتبقيه على توافق مع التزامات المملكة المنبثقة عن السكوك الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان أو تلك المتعلقة بالاستعراض الدوري الشامل من خلال الفريق العامل بمجلس حقوق الإنسان حتى تتحقق أفضل الممارسات في مجال التمتع بمختلف الحقوق والحريات العامة لتكون حقوق الإنسان نمطا للحياة ثابت لتلفزيون البحرين محمد رشادات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر